الحفلة مبارح كانت خطيرة وردنا كده بابس في أول حلقة عن رد فعل الناس ورد فعل الناس اللي موجودة الشباب كانوا متجننين مش بس كانوا فرحانين بالحفلة مبارح وقعدوا يقولوا احنا جايين من القاهرة مخصوص واحنا وقعدوا يختاروا أسامي الأغاني ويقولوا ويغنوا معاهم وكان فيه كذا حد زميلنا رحمون جميل وهو بيسجل معاهم كان صوتهم رايح من الغنى معاهم التفاعل الرهيب اللي كان حصل في الحفلة مبارح شوفي هو الحقيقة انه ده مش جديد على الحفلات مهرجان العالمين يعني حضرتنا مجموعة حفلات مختلفة فيه اقبال شديد جدا من كل الفئات الصراحة وده بيخدمه التنوع اللي كان حاصل في الفعاليات نفسها ما بين انه هو اللي بيحب التربي هيلاقي قزم الساهر مجد الرومي اللي بيحب مثلا عمر الدياب هيلاقي عمر الدياب وهيلاقي تامر حسني جليم مختلفين اللي بيحب المزيكة المختلفة او مشاريع المنسقة المختلفة هيلاقي مسار اجباري وكايروكي وسعاد ماسي وحمزة نامرة فالتنوع ده الحقيقة خدم اغلب شرائح الجمهور سواء اللي بيحب المزيكة المغيرة او اللي هو بيحب التربي الطبيعي بتاعنا وجز طبعا ليه شعبية كبيرة جدا وهو يعني دير السنة التانية على التوالي بيحيي حفل الختام ودايما بيكون ليه مزاق مختلف لانه هو الشريحة العمرية اللي هي بتحبه وبتبع اغانيه مختلفة يعني ليهم دماغ مختلفة في المزيكة ليهم دماغ مختلفة في الاغاني بيتفاعلوا مع وجز بشكل مختلف فعشان كده كان فيه حجم جماهير عريض ايه اللي تخلى الراب ياخد المساحة دي في مصر وياخد ايضا المساحة دي عنده مهور الشباب في الوقت ده ويمكن شوفنا ده كمان في حفلات مهرجان العالمين ايه اللي مخلي الراب ينتشر بهذا الشكل؟ شوف هما بيتكلموا بلهجة اقرب لللهجة اللي الناس بتكلم بها في الشارع يعني الشريحة العمرية دي لها مصطلحات يمكن احنا بنسبة لهم عجزنا شوية فممكن بيبقاش فهمينها لكن هو متوجدين في الشارع بشكل كبير سواء بسبب المزيكة اللي بيستخدموها مختلفة عن المزيكة الشارعي بتاعتنا اللي احنا تعودنا عليها المصطلحات اللي بيغنوها برضو مصطلحات من الشارع فبالتالي هما قادرين يتواصلوا بشكل كبير مع هذه الشريحة يمكن اعتقد ان المطلبين التانيين بقى محتاجين هما كمان يقدروا يلاقوا حلقة تواصل او طريق التواصل بينهم وبين اجيال جديدة عشان يلاقوا لهم الساحة في الفترة اللي جاية ان هما يبقى في جزء عندهم اللغة دي اه 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 موسيقى شكرا